في تحرير قضاء الحويجة وإنهاء كابوس النزوح لألاف العائلات التي يستمر تدفقها إلى أربعة مخيمات ويقول مسؤولون محليون إن تحرير الحويجة لن ينقذ الأهالي المحاصرين فحسب بل من شأنه تأمين جبهة الموصل من ناحية الزاب وحماية حقول كاركوك في الوقت ذاته أتل الأغى والتفاصيل في هذا التقرير يتجه العشرات من أهالي الحويجة إلى كاركوك يوميا ويستكون طرقا عدة بعضهم ينجو وينجح بالوصول إلى سواتر البشماركة هذا النزوح بدأ واضحا في المخيمات التي أصبح عددها أكثر من أربعة في ليلان وداقوق وبحسب رجال دين ومراقبين وعسكريين فقد حان وقت تحرير الحويجة لإنقاذ ما تبقى من المدنيين هو كابوس للناس الذين عندهم شعور بالمواطنة وشعور بالإنسانية وأنه دائما الضحية ما هو المذنب لكن البريء لكنه هذا المساكين شنوذنبهم ولهذا أنا أتمنى أتمنى من كل المعنيين أن يكونون كثير حذرين في تعاملهم ولا يروح الأخضر باليابس نأمل قريبا أن تنطق عملية تحرير الحويجة لما لها فائدة كبرى لتأمين الجانب الأيمن المنطلق بالتجارة محور تحرير موصل على الأقل تأمين وتحرير هذه المنطقة إلى غاية نهر الزاب إلى ناحية الزاب تتأمن المشارات النفطية في كاركوك وتأمن في نفس الوقت من الحالة المعنوية للقوات المتواجدة هنا أهالي كاركوك ينتظرون بفارغ الصبر إعلان القائد العام للقوات المسلحة بدأ عمليات تحرير الحويجة لإبعاد الخطر عن المحافظة ومنشآتها الحيوية وحقول النفط متسائلين عن سبب تأخير تحرير المنطقة خاصة بعد اكتمال كل التحضيرات للاقتحام نحن طالبنا وأكدنا أن المناطق هشة وقابلة للعملية ربما تكون سريعة جدا وسهلة جدا والمواطنين يعني العشائر أبدت جميع استعداداتها لاستقبال القوات في هذه المناطق لكن حدث العكس المسألة الانسانية الكارثة الانسانية الوضع صعب على المواطني في هذه المناطق الجوع قاتل حتى أحد أسباب دخول المواطنين إلى كاركوك نزوحهم إلى كاركوك هو بسبب الجوع ترك الحويجة صعب جدا يؤثر على جميع حتى على عمليات نينوى والمواصل بشكل مباشر تستغيث قرى الحويجة وتناشد المنظمة الدولية لوضع حل سريع قبل أن يموت المزيد من الأطفال للشرقية نيوزا تلا الأغا كاركوك تطرح خزانات مياه بغن